حتى أنت تقرأ كلمة الله تصطدم من الأحداث العادية عن طبيعتين المسيح مثلا مع المرأة السامرية أو شفاء المرفلوج حكي لنا شوي معجزات المسيح نتقابل هنا مع مقابلات المسيح ومعجزات المسيح مقابلات المسيح دائما كانت تبرن عن من هو المسيح ليس مجرد إنسانا لكن حتى الأقوال التي كان يقولها والتعبيرات التي كان يعبر بها كان تبرن عن هويته عن ألوهيته مثلا في يحن 4 في يحن 4 تقابل مع المرأة السامرية نسوة المسيح إنسانية المسيح الكاملة طلبت أن تشرب من السامرية أعطني لا أشرب نعم القارئ العاد يقول أنه إنسان وأنا وافق القارئ العاد يقول أنه نعم إنسان لكن ليس مجرد إنسان وإذ تعب يسوع من الصفر في يحن 4 يقول لنا أنه تعب يحن 4 يقول لنا أنه طلب من إمرأة أن يشرب لكن أثناء الحديث يغبرها بأسرارها ويغبرها بكل ما بماضيها ويقول لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن يقول لك أعطيني لأشرب لطلبتي أنت منه فأعطاك ماء حيا وده سؤال في منتهى أو تصريح في منتهى القوة من الذي يعطي الماء الحي هو الله نفسه الذي يعطي الماء الحي فهنا ظهر لهوت المسيح في علم الغيب وفي منح الحياة وظهر نسوة المسيح وهكذا في مقابلات المسيح كثيرا نتقابل مع لهوت المسيح ومع نسوة المسيح دعي المسيح لكي يأكل في بيت واحد من الفرسيين كإنسان قبل الدعوة في لؤ سبعة كإنسان قبل الدعوة كإنسان جلس على المائدة كإنسان كان في وسط الضيوف لكن كالله عندما دخلت امرأة خطأة في المدينة قال واحد من الفرسيين الجالسين لو كان هذا من الله لعلم من هذه المرأة أنها خطأة فعلم يسوع ما يفكر فيه فهو علم الغيب وكلمه بما كان يفكر فيه وأعطى الغفران لهذه المرأة قال لها اذهبي إيماني قد خلصك مغفورة لك خطأك أعلن أنه صاحب الغفران يمنح الغفران كاشف الأسرار كلي العلم فظهر نسوة المسيح وظهر أيضا لهوت المسيح هذه نقطة صادمة لليهود لأنه لا يقدر أحد أن يغفر خطايا إلا الله وكان جواب المسيح لكي تعلموا أن ابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا برهن الغفران بشفاء المفلوج وأقامه في متى تسع حدث هذا أقام المفلوج لأنه هو الله علم أفكارهم لأنه هو الله علم ما يفكرون فيه أعطى الغفران لأنه هو الله كان موجودا بالجسد لأنه هو الإنسان الكامل فلهوت يحل في نسوة ترجمة نانسي قنقر